بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في الكابسولة 82 هنتكلم النهاردة عن المانيفول بتاع الكلور أو خط خطوط التغذية من الستوانات لأجهزة الكلور يا جماعة طبعا احنا كلنا فاهمين ان في خطوط بتكون وصلة بعد الوصلة المرنة خط بياخد الكلور من الستوانة سواء كان كلور سائل أو غاز ويوصيه للأجهزة أو للمغخرات حسب النظام اللي احنا مستخدمينه احنا هتكلم عن الخطوط ده المانيفول ده المفروض ان هو تحت لازم يكونوا فاهمين كويس جدا ان دي خطوط تحت ضغط سواء كان سائل أو غاز فهو تحت ضغط عالي جدا وعشان كده دايما نتكلم على الخطوط دي انها من احد الاجزاء الهمة اللي لازم ناخد بالنا من صيانتها ومن طرق تركبها عشان نعرف نحافظ على المنظومة الخطوط دي يا جماعة لها قصص واصول في التركيب واحنا في الكابسولة دي هنجيب الاصول دي من الكتب الخاصة بشركات الكورور ونقول ايه المفروض شكلها ايه مبدئيا الخطوط دي يا جماعة بتبقى اما تلت اربع أو بوصة تلت اربع أو بوصة وبتكون ركبة منسوبها اعلى من منسوب الاستوانات انت لو كنت بتاخد الغاز بتاخد من المحبس الفؤاني بتاع الاستوانة فلازم ايه الخط ده بيكون اعلى من الاستوانة عشان تضمن انت تاخد غاز ما بتاخدش ايه ما بتاخدش سائل دي اول حاجة حاجة تانية ان الخطوط دي يا جماعة لابد انها تكون معمولة ومصنعة من الحديد جدوى التمانين ويفضل انها تكون جدوى التمانين زي ما شايفين يا جماعة في الرسمة دي الشكل عامل ازاي لازم يكونوا اخدين بالنا انها دازم منسوبها اعلى منسوب الاستوانة وبيقولك يعني يعني في الكتب بيقولك انها يكون على ارتفاع 120 سنتي على اساس ان الاستوانة احطط على الارض يعني على الاعداء بتاعتها فبالتالي 120 سنتي هتبقى اعلى من ارتفاع الاستوانة او الكنتينر بحيث انك انت ايه تاخد غاز بدون مشاكل بدون ماس تسحب معك سائل تمام في كل الحالات يا جماعة سواء كانت الاستوانات رأسية او افقية هو لازم المنفل بتكون اعلى منه واضح الكلام كده طيب حاجة تانية ان الخط دي لازم يكون اخدوا بالكم النقطة دي مهم في جهة السرايان يعني الغاز ماشي كده او السائل ماشي كده لازم يكون ماء في جهة السرايان وفي اخر الخط بيكون في مجمع القطرات ده اللي هو السخان وكده عشان ايه لو في سائل تسرب معنا او في صلع معنا فالمهم انه يسقط هنا وانه ياخد ايه الحرارة والسخرية عشان يبتد يتبخر ويوصل للجزء اللي احنا بكلم عليه اللي هو الجهاز بعد كده يعني او زي ما بنقول الخاصة بالتركيبات احنا نتجمع هنا في صورة نقط بتمنى انا كنتم تلاحظوها يعني وتشوفوها كويس طبعا احنا عارفين ان ان ضغوط يا جماعة هنقول جدوى التابنين ليه؟ لان الدغوط ممكن تنصل مثلا يعني حوالي ايه لعشرين بار فطبعا احنا لازم نكون واخدين بالنا ان الموضوع ده خطر جدا جدا ان احنا نركب فيه يعني يفضل ان انت ايه انت عندك محبس طبعا على الاسطوانة بايه في الاسطوانة لكن انت ممكن تعمل كمان محبس على كل اسطوانة قدامها يعني في اخر الوصلة المارينة وبتاعي انت عندك كمان محبس تاني بحيث تبقى عندك وسيلتين للتحكم في غلق الخط او غلق ايه خروج الكولور من الاسطوانات دي حاجة الحاجة التانية خدوا بالكم ان احنا بنتكلم على ان الاسطوانات لما تحطها جمع بعضها والبتاع دي حيكون مرتفع عنها لازم يكون عام حسابك ان في عمال حيخشوا ويطلعوا فيكون مسافات ما بين الاسطوانات ما بين الجزء اللي هو المانيفولد ما بين الاسطوانات في مساحة بحيث ان العامل يشتغل وهو مستريح ما يبقاش عامل يعني ما بقاش متكتف وبيقوش مزنوق فيعني ترتبها في العنبر لازم يكون ما حطوط في الحجبان الكلام ده كمان يا جماعة ناخد بالنا ان ممكن كل ترتا اربع الصونات يتعامل على المانيفولد محبس تاني يعني اصدقى ممكن تفصل الاربع دي لوحدهم وهكذا يعني كل اربع الصونات ممكن تفصلهم ده من ضمن التركيبات اللي ممكن يعني تعملها خد بالك ان المحابس اللي بتركب على الخطوط دي بتكون محابس حديد مجالفل وطبعا بتتراجع على طول عشان لو حصل ايه تآكل او كده مفروض انها تتغير على طول عشان محصلش تسريب وتحصل مشاكل بعد كده تمام يا جماعة الكلام اللي احنا نقول يا جماعة ان ايه ان في مسافات بين الصونات ومسافات بين كل بين الصونات ومانيفولد دي مهمة جدا عشان تخلي الناس تشتغل اجراءات الصيانة الدورية والتنظيف قبل لما تركب جزء من المانيفولد داوة وتكفيف مهم جدا وانك انت تاخد بلك من الصدق وان لازم المنظومة دي بتندهن بشكل دوري وان الدهانات دي تكون مقاومة الصدق وان يعني كل الكلام ده جماعة حاجات مهمة جدا احنا بنقول الكلام ده عشان نفهم ان مهما كان الجزء اللي احنا نتكلم فيه ده جزء بسيط جدا عبارة عن مصلا مرن او محبس وكده لكن له اصص وله اصول في التركيب احنا بنحب ان احنا نشير لها عشان دي جزء مهم جدا دي كانت كابسولة بتاعت النهار ده اتمنى انها تكون مفيدة لحضراتكم وبتمنى منكم التواصل من خلال ايميل الموجود على الشاشة او من خلال رقم الواتس بشكركم شكرا جزيلا اشوف شكرا جزيلا في كابسولة جديدة السلام عليكم ورحمة الله